مساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة أسبوع جديد والأهلي النهاردة كان بيتمرن طبعا علشان مباراة الاتحاد يوم الاتنين إن شاء الله في الدوري مباراة مهمة والاتحاد عامل فريق كبير كلنا في ظهر فريقنا ودايما بقول إنه المباريات الأولى في الدوري أو في البداية الدوري بتبقى مهمة جدا وبتسهل بعد كده المشوار وإن شاء الله يكون اللقب لينا لسه موسم جديد من أول ويعني كانت طبعا أول مباراة في أفريقيا كانت من يومين مباراة ثاني داب وقدر الأهلي إن هو يفوز بهدف نظيف لديانج وبرغم من صعوبة الأجواء الحقيقة يعني صعوبة الملعب اللي كان بيتلاعب عليه المباراة مش ملعب كورة تقريبا ومع ذلك الأهلي الحقيقة كان بيقدي أداء كويس وقدرنا إن إحنا نفوز ودايما بشوف إنه فكرة الصعوبات دي اللي بتواجه الفرق في البطولة الأفريقية بتزيد من أهمية وقيمة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا يعني غير الصعوبات أو التحديات اللي الفريق بيواجهها في المباراة نفسها بيبقى فيه دايما تحديات تانية ليها علاقة بدرجة الحرارة بالملعب زي ما شفنا بالأجواء بشكل عام وكمان طبعا كورونا يعني ظروف كورونا الجاية على الكورة بشكل عام أو على رياضة وعلى العالم كله يعني إحنا شفنا رغم الغيابات الكثير اللي كانت في صفوف النادي الأهلي وفي لعيبة من القوام الأساسي طبعا للفريق زي أفشة زي طبعا السولية وطبعا كثير من اللعيبة وعلى رأسهم كمان المدير الفني بيتسو موسيماني وإلا إن الأهلي كان مقدي بشكل كويس قوي وده دليل كبير وقوي على إن النادي الأهلي وحدة متكملة إحنا بنتكلم على إن إحنا محسناش بالغيابات دي في أرض الملعب وده طبعا ما يقلش أبدا من أهمية اللعيبة اللي كانت غايبة بدعي الكورونا أو إصابات تانية يعني إحنا بنتكلم على إنه الأهلي وحدة بمعنى إنه لو حد غاب أو عنصر مهم غاب مهما كانت أهميته دايما البديل بيكون بيقدي بنفس الأداء بيدي أقصى ما عنده ده اللي شفنا من اللعيبة في الملعب شفنا لعيبة النادي الأهلي في المباراة الحقيقة بتدي أفضل ما عندها واللعيبة عايزة تعمل حاجة من بداية النشوار ما عندناش حاجة أسمعها أصلها مباراة سهلة نظريا أو بداية أفريقيا أو ده بطل النايجر أو لأ ما فيش الكلام ده في احترام للخصم طول الوقت مهما كان مين الخصم ده مهما كان فريق كبير أوي في أفريقيا ولا مش كبير أوي كل ده الحقيقة بيزيد من قيمة النادي الأهلي اللي دايما بيبقى دارس الخصم أو المنافس كويس قوي والحمد لله أن احنا قدرنا نحقق النجاحات دي على مستوى السنين اللي فاتت دي كلها والإنجازات دي لأن ده بيدل على أن قيمة النادي الأهلي قيمة كبيرة وأنه دايما بيدور على الإنجازات ومش بيشبع أبدا نتمنى أن احنا إن شاء الله نكرر إنجاز 2006 و2013 وينحافظ على البطولة الأفريقية الحقيقة لأنه دلوقتي أو الفترة اللي جاي احنا بنتكلم على نادي الأهلي شايفين فرقة أقوى كمان من الموسم اللي فات إن شاء الله بعد طبعا انضمام عناصر كتير لنا سواء كانت الصفاقات اللي بنتكلم عليها أو رجوع المعارين وشايفين قد إيه في المباريات اللي فاتت كام اسم نزل جديد وكان الحقيقة بيقدي بشكل كويس جدا حتى لو كان زي ما موسيماني بيقول فيه ناقص كده لسه انسجام شوية بين اللعيبة لأنه طبيعي لعيبة أول مرة بتنزل مع الفريق الكامل وأول مرة بتشوف خطة وتفكير موسيماني ازاي بتاخد وقت على ما تحفظ جمل معينة في الملعب إلا إنه شوفنا الحقيقة الأهلي بأداء كويس جدا وشايفين كتير من الأسماء فرقة جدا مع النادي الأهلي من ساعة سواء رجوعها من الإعارة أو استفقات الجديدة ومنهم طبعا محمد شريف مش عايزة أكيد أنسى حد لأنه كتير من اللعيبة بتقدي أداء كبير ولكن محمد شريف يمكن كان عليه العين الحقيقة في المباراة اللي قبل اللي فاتت والأداء القوي اللي ظهر به وقد إيه طمن الناس والجماهير بشكل كبير أنه الهجوم في النادي الأهلي فيه لاعب قوي جدا طبعا بالإضافة لكتير من اللعيبة اللي كانت موجودة بالفعل وطبعا بالمناسبة يعني عايزة أقول لحضراتكم كمان أنه خلاص مروان محسن رجع التدريب النهاردة وكمان وليد سليمان وحسين الشحات بعد التعافي من الإصابات المختلفة اللي كانوا بيعانوا منها فيه كلام كتير طبعا عن تدريب النهاردة وعن لعيبة النادي الأهلي هيكون كمان معنا مراسلنا كريم أحمد بعد انتهاء تدريب النادي الأهلي لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقاتنا